كلنا سمعنا عن الامبوت لاك لكن شنو هو وكيف ينقاس وما هي أهم الإعدادات لتقليل زمن الامبوت لاك للحصول على تجربة ألعاب سريعة خصوصا مع ألعاب الشوتر بكل بساطة الامبوت لاك هو زمن التأخير بين ضغطة الزر سواء من الماوس أو الجويستيك أو الكيبورد الحاد ظهور النتيجة على الشاشة أيضا يسمى الـ End-to-End Latency بين قوسين التأخير العام طبعا الامبوت لاك قد يكون غير ملحوظ لكنه موجود بكل القطع وتختلف نسبته من جهاز الآخر لذا مع ألعاب الشوتر دائما نسعى أن تكون قيمة الامبوت لاك مخفضة قدر الإمكان للحصول على استجابة سريعة وتصويب دقيق مع ألعاب الشوتر الامبوت لاك ينقاس بعدة طرق سابقا كان يكلف عدة ب5000 دولار حاليا انفيديا طورت جهاز بسيط يتم تركيبه مباشرة على الشاشة يحتوي على مستشعر للإضاءة وأيضا يحتوي على حساس يلقط الإشارة من الماوس هذا الجهاز يفيدنا بحساب زمن التأخير بين نقرة الماوس لحد ظهور النتيجة على الشاشة يعني الـ End-to-End Latency طيب السؤال الأهم كيف نخفض من زمن الامبوت لاك؟ أولا عن طريق ترقية كرت الشاشة أعرف هذا الخيار راح يكلفك الكثير لكن راح يفرق معاك بشكل واضح أكو يوتيوبر استخدم جهاز الـ End-to-End Latency وطلع معاه أنه كل ما زاد معدل الفريم ريت كل ما قل الامبوت لاك فمع كرت الـ RX 590 معدل التأخير راح يكون بحدود الـ 43.5 ميلي ثانية أما إذا لعبت على كرت قوي مثل الـ RTX 3070 معدل التأخير راح يقل ويصبح 25.3 ميلي ثانية طبعا الفرق راح يكون واضح في حال انتقلت من كرت ضعيف إلى كرت يعطي أداء قوي وفريمات عالية وانتبه النقطة جدا مهمة لا تقل أهمية عن كرت الشاشة وهي امتلاك شاشة برفريش ريت عالي يناسب أداء جهازك وانتبه لا تأخذ شاشة أقل من 144 هيرتز لأن شاشة بـ 60 هيرتز تعرض الفريم الواحد بتأخير يصل 16.6 ميلي ثانية وشاشة تشتغل بـ 120 هيرتز تعرض الفريم الواحد بتأخير يصل 8.3 ميلي ثانية أما الشاشة التي تعمل بـ 144 هيرتز تعرض الفريم الواحد بتأخير يصل لـ 6.9 ميلي ثانية يعني فرق 10 ملي ثانية عن الشاشة اللي تشتغل ب60 هيرتس وبالمقطع السابق وضحت الفرق بين اللعب ب60 و120 فريم مع لعبة مثل فورتنايت رابط المقطع تلقوه بصندوق الوصف وبما انه دا نتكلم عن الشاشة انصحك ان تغير من اعدادات الشاشة نفسها ابحث عن خيار يتعلق بسرعة الاستجابة طبعا الاسم رح يختلف من الشركة الاخرى اسوس وبشاشة جيجا وايت اللي عندي اسمها اووردرايف اسرع شي عندي هو الاسبيت لكن هذا الخيار رح يسبب جوستينج بالصورة لذا انصحك ان تخليها على البيكتشر كواليتي لانه يوفر صورة واضحة باستجابة سريعة الخطوة اللي بعدها اذا ما تقدر ترقي من الكرت انصحك ان تخفض من اعدادات اللعبة مثل الشادو والتكستشور وتلعب على دقة قليلة مثل التين اي تي بي لان تقليل من استهلاك موارد كرت الشاشة رح يفيدنا بتقليل من طابور رندرة المعلومات بين السي بيو والجي بيو طبعا هاي العملية تعتبر جدا مهمة وراح تودينها للخطوة التالية هي تفعيل تقنية انفيديا رفليكس والانتلاك مع كروة الامد ما رح تخلي بتفاصيل التقنيتين لان الموضوع يحتاج لمقطع كامل رح اخلي رابط المقالة بصندوق الوصف طبعا التقنيتين يختلفون بطريقة عملهم لكنهم يتشابهون بالغاية فمثل ما نلاحظ هنا مع تفعيل تقنية انفيديا رفليكس او الانتلاك زمن التأخير العام رح يقل وطبعا مع كرت قوي مثل 3070 الامور بتكون افضل لانك رح تجيب فريمات اعلى الخطوة اللي بعدها هي ان تقفل الفريمات مثل ما واضح بهذا المخطط عندما نلعب بفريمات مفتوحة التأخير رح يكون بحدود 32.7 ملي ثانية وعندما نقفلها على 120 فريم هذا التأخير رح يقل ويصبح 23.6 ملي ثانية يعني اقل بتسعة ملي ثانية بدون تفعيل تقنية نفيديا رفليكس او الانتي لاك حرفيا عندما تقفل الفريمات الضغط على ال جي بيو يوزيج رح يقل وهنا نقدر نقول انه زمن طابور الرندرة رح يختفي بالتالي الانبوت لاك يقل النقطة التالية تتعلق بالماوس اذا تحب ان يكون عندك استجابة سريعة ضروري تلعب بماوس جيمينج يوفر بولينج ريت اقل شي 500 هيرتز لان اذا لعبت بماوس مكتبي او من شركة غير معروفة على الاكثر البولينج ريت هو 125 هيرتز رقم يعتبر غير مناسب للجيمينج لان رح يأثر على الانبوت لاك لذا انصحك ان تجيب ماوس للجيمينج يحتوي على برنامج حتى تقدر تغير من البولينج ريت وتخليه على عالى رقم سألتكم بالقناة ما هو سرعة ال dpi اللي تستخدمه هاي كانت اجوبتكم للي ما يعرف انه dpi ايضا يأثر على الانبوت لاك وبدون ما ادخل بالتفاصيل وادوخ راسك من الاخير انصحك ان تلعب ب dpi بين ال800 الى 3200 لا اكثر ولا اقل لان اذا لعبت ب dpi مخفض رح يصير عندك تأخير واذا لعبت ب dpi جدا عالي رح يكون السنسور جدا حساس هذا الشيء ممكن يسوي لك مشاكل شخصيا كنت ألعب على 400 dpi وحاليا بدلت على 1600 ايضا اكون نقطة جدا مهمة اعتقد تعرفوها هي ربط جهاز البي سي او الكونسل بكيبل ايثر نت بدلا من استخدام الواي فاي هذا النوع من الاتصال رح يسرع عندك النيت ويقلل البينج اخير نصيحة تفيد اصحاب الكونسل بشكل خاص اذا تريد ان تقلل من الامبوت لاك ضروري تربط الجويستيك بشكل مباشر بجهاز الكونسل طبعا عن طريق استخدام الكابل اليو اس بي بالاخير اذا تحب تضيف نقطة او ملاحظة او اذا عندك استفسار اكتبه بالتعليقات لا تنسون الدعم باللايك والاشتراك كان معاكم علاوي تحياتي لكم ومع السلامة